خيران يجد البريطانيون أنفسهم أمامهما اليوم إما البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه وحتى أن صوت البريطانيون لصالح الخروج فأن الانفصال النهائي يكون تدريجيا وسيمر بمراحل وإجراءات تستغرق قرابة سبع سنوات تشير استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير في نسبة المؤيدين للبقاء وأولئك الرغبين بالانسحاب لكن جميعهم سيتخذون قرارهم بالاستناد إلى القضايا الأساسية نفسها وأبرزها الاقتصاد والتجارة والسيادة والهجرة وأنظمات الاتحاد الأوروبي يعتبر مؤيد الخروج من الاتحاد أن ذلك سيسمح للمملكة المتحدة باسترداد مساهمتها في ميزانية الاتحاد البالغة نحو ثمانية مليارات ونصف المليار جنيس ترليني سنويا كما يعتقدون أن بريطانيا ستتمكن من الاحتفاظ بعلاقات تجارية مع الاتحاد من خلال اتفاق تبادل حر إلا أن معارضي الخروج يقولون أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول للمملكة المتحدة ويشكل 45% من حجب التبادل التجاري وقد حذرت أيضا دراسة لوزارة الخزانة البريطانية من أن الخروج من الاتحاد سيسبب ركودا لمدة عام وأيضا يخفض نمو الاقتصاد بنسبة تقارب الأربعة في المائة خلال العامين التاليين للتصويت وتوقعت وزارة الخزانة أن تخسر بريطانيا أربعمائة مليار جنيس ترليني سنويا في القطاع التجاري من شركاتها في دول الاتحاد وأن تكون البلاد أقل استقطابا للاستثمارات الأجنبية في موضوع السيادة يقول أنصار الخروج أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تتناقض مع سيادة البلاد وأنه يمكنها الاحتفاظ بنفوذها لكونها قوة نووية وعضوا في حلف النيتو إلا أن مؤيدي البقاء يعتبرون أن الخروج سيؤدي إلى تراجع نفوذ بريطانيا في العالم ويزيد احتمالات استفتاء جديد بشأن استقلال سكوتلندا والتي تؤيد بشدة البقاء في الاتحاد وفي قضية الهجرة يعتقد أنصار الخروج أن ذلك سيسمح لبريطانيا باستعادة السيطرة على حدودها ومن شأن ذلك أن يساهم في الحد من الهجرة ومن دول الاتحاد بغي تخفض نفقات الرعاية الاجتماعية والاحتفاظ بالوظائف للبريطانيين أما أنصار البقاء فيرون أن المهاجرين يساهمون أكثر في الضرائب وفي رفض خزينة الدولة وأخيرا يقول مؤيد الخروج أن الاتحاد يفرض الكثير من الإجراءات البريقراطية التي تكلف أكثر من 33 مليار جنيس سنويا أما أنصار البقاء في الاتحاد فيقولون أن الشريك التجاري أنه الشريك التجاري الأكبر لبريطانيا وهو أمر يستحق احترام أنظمته رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حصل على تنازلات من الاتحاد الأوروبي منحت بريطانيا استثناءات كان يأمل أن تكون كافية لإقناع البريطانيين بالبقاء أبرزها احتفاظ بريطانيا بحق تحديد عدد المهاجرين إليها من دول الاتحاد وخفض المنافع الاجتماعية المقدمة إليهم لكن كلمة الفصل تبقى لصندوق الاقتراع اليوم ترجمة نانسي قنقر